صباح الخير صباح الأمل صباح الحياة على أحلى مشاهدين في الدنيا أهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة من حلقتنا من برنامجنا كلام الصباح النهاردة هنتكلم عن فصل الشتاء وإزاي بنتخن وإزاي بناكل كتير وعلى طول قاعدين تحت البطنية وما بنعملش حاجة خالص غير أن احنا لإما بنشجع الأهلي لإما الزمالك مبروك لكل الأهلوية وبمناسبة بقى أن أنا مش أهلوية أنا زمالكوية يا جماعة حد بيهددني جوا بيقولي هتشوفي للوقتي فأنا لو طلعت لكم بأي منظر كده يبقى أنا فريق الإعداد وكانات الصح والجمال عاملين معايا واجب جابت طيب نرجع تاني لموضوعنا وهنتكلم عن إزاي نخصف فصل الشتاء لإني هو فعلا بيقضي لنتيجة متعبة ونفسيا كمان لما بعد ما بتخلصي الشتاء بتحسي أن أنت زدتي وبدأتي بقى اللي هو جسمك كله يتغير ونفسيا وكل الحاجات دي هنعرفها طبعا وهيجاوبنا على كل الأسئلة الزي معنا كابتن تيت صباح الخير يا كابتن صباح الخير يا كابتن زي حضرتك الحمد لله تعالى إنت زمالكوية الأهلاوي زمالكوية طبعا طبعا زمالكوية يعني يعني محتفظ ده الآخر نفس طبعا زمالكوية طيب خلاص بس برضو لازم نشجع برضو نقول أكيد أكيد هو أهم حاجة اللي هي كان مصري الحمد لله وتلعب وخده فريق مصري كان أهلاوي أو زمالكوية فالحمد لله ما طلعش بره مصري يعني أهو إحنا بنشجع الأهلي واللعبة الحلو طيب خلينا بقى نخش في الموضوع على طول ونقول ليه في فصل الشتاء بنتخن وبنكل كتير وليه عندنا فصل الشتاء بالزيت بعض ما بيخلص بنتفاجئ بأجسامنا مش تماما الأول أنا كابتن محمد تارز الفقار شعورتي في المجال أو في اللعبة نفسها تيتو موضوع الأكل في الشتاء دايما بيكون أن سرعة الحرق عندي بتكون أزيد من الصيف لأن مفروض أنا ببزل مجهود أكتر من الصيف علشان أوصل لنشاطي اليومي فأريدي لما ببدأ أخش في فصل الشتاء فسرعة الحرق عندي بتبدأ تعلى فبيبقى اللي داخل لازم يكون أكتر فأنا ممكن أتجه اتجاه أحسن أن أنا أستغلي أن أنا أطلع من فصل الشتاء دا خاسس وشيب كويس عن طريق أن أنا بدل ما باكل كل شوية أكل أنا جعين طبعا لأنه ببقى طول ما جسم الإنسان الواصل لحالة برودة عالية هو محتاج يدفع فبيت بيدفع عن طريق الأكل لو إحنا نظمنا الأكل أو بدل ما أنا باكل كتير في الشتاء أربع أو خمس مرات أكل مش صحي أنا ممكن أوزع الوجبات بطريقة كويسة أكل كل ساعتين يكون ما بين كل وقبة وقبة في سناك كده الجسم بيبقى تشغل على طول طول اليوم 24 ساعة حرق طبعا السوايل لأن جسمي بيبقى محتاج سوايل أكتر برضو في الشتاء لأن نشاط الكلب يكون مش دا الصيف الصيف بيبقى أنت بدل ما بتشرب في الصيف خمسة لتر أو أربعة لتر بالعافية ممكن تشرب لتر واحد في الشتاء فبيكون نشاط الكلب يكون مش نفس الإفكت بتاع الصيف أنا مفروض أن أنا طول فصل الشتاء بيكون دايما حريصي أن أنا أشرب ما كتير أوزع أكلي على فترات متبعدة يكون ما بين الوجبات إسناك لو مشينا كده مع التمرين طبعا أو المشي حتى الصبح وصباحا عايبقى الموضوع أحسن طيب كابتن قلنا عن المشروبات فعلا اللي هي بتزود عملية الحرب هي السوايل عمتا كلها سوايل السخنة أو الدفن كان الجنزبيل أو القرفة أو المشروبات السخنة كلها بتكون مهيأة الجسم أو بتخليه يبزل طاقة أكتر علشان يبدأ يحول العناصر اللي فيه فبتخلي الجسم مشغال أكتر وسوال عمتا السخنة أو البرد يعني حتى الميا السقعة برضو أو الميا العادية الجسم بيبزي مجهود جامد عشان يبدأ يحولها أو يبدأ يستخلص منها المعادن أو الفيتامين اللي لنا محتاجة كنا بنسمع زمان برضو بيقولوا أن المياة دافية مثلا على لمونة على كمون الصبح بدري هل فعلا المشروف ده فعلا بينزل الدهون؟ هو علميا ما أمرهوش أي صحة من الكلام بل بالعكس أنا لو عتدت على تناول المياة باللمون الصبح أو الكلام ده ده بقى لونج تايم بيبدأ يعمل المشاكل في المعدة وفي قرح المعدة وما ببقاش المعدة بتبقاش ماشية بالوظيفة اللي فيها أو نسبة الأحماض برضو لما بتعرف الجسم الجسم بيكونش متزم يعني هو مش صحيا؟ هو موظبة مش صحيا أو ما فيش كلام أساسي صحيا أو دراسة مدروسة بتقول إن أنا لازم الصبح علشان أبدأ أخس إن أنا أبدأ أشرب مية بلمون أو زبادي بلمون أو الكلام ده كله هو مفروض بن أدم المعتاد عشان يبدأ يكون الصبح اكتفيشن يبدأ يومه مثلا بأي كافي كان أهو عادية أو سبريسو أو نس كافيه مع موزايا وبيبدأ يشوف أول خطوة لي أو بيبدأ يعمل أحماء إن كان هيمشي أو يتماشى شوية الصبح في التراك ما فيش شغل هيبدأ يمارس حياته بيبدأ يخد الوجبة دي الصباحا بعد كده بيبدأ يدخل العناصر اللي أنا محتاجها على أثناء اليوم مش مرة واحدة على أثناء الفترات متبعدة طيب دلوقتي يا كابتن خلينا نتكلم عن الناس اللي بيبقى عندها إصابات تمام إيه بقى مثلا ممكن يعني تقوله لنا طريعا كده نعمل إيه؟ هو معزم اللعيبة بتتصاب في الشتاء لين ما بيكونش الورمة بكفاية الإحماء يعني ما بيكونش كفاية الجوينت والليجمينت والمفاصل بتبدأ تتصادم بالتمرين حد كان جاي ماشي في الشارع فجأة دخل يتمرن فطبعا بيبقى فيه حملة جدا بدون أي إخبار للجسم إن أنا هتمرن أو الأحماء ده أولا بيبقى مفيد جدا للبونز كل عاماتا للعظم والمفاصل وبيبقى مش للعظم بس بيدي كمان إشارة للمخ إن أنا دخلت مرن فبيبدأ يستعيد بيبدأ يحفز الغدد اللي مفروض إنها هستخدمها في التمرين أو أبدأ أشتغل بها وبيكون مفيد جدا للدورة الدموية وللقلب عشان تجنب السكتات القلب أو السكر أو الأمراض دي كلها طيب كابتن إحنا نبرح طبعا عرضنا على البيتج بتاعتنا وقلنا إن هيكون معنا كابتن تيتو طبعا فيه ناس كتيرة بعتت أسئلة فمن ضمن الأسئلة دي فيه حد بيقول أنا عايزة أخص وكل ما روح الجيم يطلع لي عضلاته مش عايزة ده دي بنت كده راضحة من السؤال أبو السي هو عمدن صعب جدا إن أي بنت تروح أول فترة فيطلع لها عضلات لإن هي عندها عوامل كتير نقصة لإن هي تكون مصلز بنفس الحجم بتاع الرجل يعني إحنا عندنا كل بني آدم كان ولد أو بنت البنت بيكون عندها نسبات متفاوتة من استروجين ونسبات متفاوتة من التستسترون الولد بيبقى عنده نسبة أعلى من التستسترون فهو قادر إن هو يحول الكتلات الدهنية أو يحول عضلات أكتر البنت بيبقى صعب جدا لإن هي عندها الاستروجين أعلى من التستسترون فبتبدأ إن هي تعمل شيء أسرع بطريقة أشياء من النهاية تكون عندها عضلات هي كده في مشكلة عندها في التمارين نفسها أو في عندها عضلة بتنمو بطريقة سريعة وهي مفروض ده أنا لو عندي عضلة في بنتي يعني سأنا لو أنا عندي بنت بمرنها وشايف حاسس إن هي كتفة هتبدأ تعرض أو تجبر فأنا ببدأ أوقف شوية على المنطقة دي ببدأ أمرن الكتفة أو الشولدر كل عامة عن طريق إن هو يكون مساعد معي يكون ميني ماصلز ما يبقاش برايمي الماصل إن أنا مرنه على طول أفوته ستامرينا وبعد كده مرنه ستامرينا تانية فهي أكيد كده هي بتتبع أسلوب غلط لجسمها مش كل الأساليب بتنفع لكل الأكسس طيب كابتن خلينا نروح نشوف الحالات اللي انت حققت فيها نجاح هنعرضها دلوقتي دي مبادرة أنا كنت أعملها عندي في الجيم كان اسمها حلم التسعين يوم كنا التيم كله كان متكون من ثمان أفراد الجول كله اللي نفع فيه حوالي ستة أو خمسة معاية دي كانت أول حالة كانت مية وسبعة ده كان مية وسبعة؟ كان مية وسبعة كيلو آه فحوالي بالضبط قالي من خمسة وثمانين يوم وصلنا الاثنين وثمانين كيلو كان ملتزم جدا معايا في الدايت كان بينفز التعليمات أنا عايز برضا أقولك أن أنا أنا كمدرب ناجح أو أي مدرب عادي مش ناجح لو العميلي اللي قدامه ملتزمش بالنتائج أنا مهما أعمل معايا أنا مش عارف أوصره للشيب المعين أو التارجت اللي هو محتاجه لأن أنا مثلا لو وريدي هو بيجي يحرق عندي ألفين كالوري أو تلات تلاف كالوري وبيخرج من عندي يروح يأكل أو يأكل يدخل بقى سبعة تمن تلاف كالوري فأنا مش عارف هو كان من الناس الملتزمة جدا الجول دا كان 102 وصلنا 82 دا كان أسرع جول معايا بالضبط عملنا في حوالي 70 يوم يعني شهرين وعشر دي ايام طب كابتن هما نزلوا كلهم من غير أي أدوية أوه يعني نظام غذائي ورياضة وخلاص أوه هي بتبقى اللعبة هي اللعبة متى منقسمة مدارس فيه ناس بتبدأ تلجأ للحال السريع اللي هو أن أنا عايز أوصل لشيب مختلف في فترة قليلة وده طبعا ما بيكونش كويس جدا لإن أنا أي حاجة بأخدها أو أي حاجة دا شادي أوه كنا 100 كيلو وصلت معايا حوالي 82 كيلو ما شاء الله في مثلا في حوالي 50 يوم بالضبط حلو جدا بس برضو من الناس الملتزمة جدا معايا دا كان نفس الشخص الأولاني بس كنا برضو قوله دا وصلنا معايا في حوالي 70 يوم طب إزاي بقى يا كابتن بتشد التهرهلات بتاعت الجسم؟ أنا شايف أن الموضوع صعب جدا يعني الموضوع مش يبقى صعب لو أنا تتبعت أسلوب علمي أو بدأت أتبع الإجراءات السلامة أو السيفتي لللعبة نفسها أنا طول ما أنا ماشي بأسلوب كويس أنا مش هقف الجول بتاعي مش هتعطل أنا ممكن لو أنا مثلا فعلا حاطت بلان خلاص ها مش عليها ممكن أقل إصابة ممكن توقفني أو تعطني على الجول فأنا دا مش بيكون كويس فأنا لما بدرس بلان معينة العميل بيكون جاي محدد إن كان هيبدأ اتجه للسبليمينت أو للحواري أو أي فات بيرد أو بيكون جاي يقول لي أنا عايز أنزل معاك على اللونج طايم بس يكون النتيجة ما تطلعش على طول يعني لحد بيخص ردت الدهون ليه ما بتبقاش زيه لحد خاص على طول وخلى جسمه اتعود على عامل مساعد ليه طبعا دايما اللي بيخص طبيعي بيكون الزيادة بتاعته بتبقى صعبة عن البن قدم اللي بيكون مدينة والحواري أو فات بيرد طيب كابتن في حد بيقول هل عقلة مسؤولة عن طول القمة أو كسر القمة لا خالص السؤال ده أنا بضحك جدا لما بسمعه عشان هو ده العظم كله عمتا ما فيش أي تمرين خالص بيبدأ يطوله أو يأثره غير حاجة واحدة بس الجنس أو العامل اللي هو الراسي يعني لو أنا مثلا والدي قصير فأنا معرض مش لازم برضو معرض أن أنا أطلع قصير علشان مش عشان أنا مش يده أسلوب حياة مش كويس أو ما طبعا الغذاء بيفرق جدا في تكوين العظم بس مش بيفرق في الطول أو العرض أو كده ملهوش دعوه لا ملهوش خالص لأنه هو بيبقى فيه سن معين للبنات 18 سنة يعني البنت نوي بعد 18 سنة تزيد صنتي والولد بعد 21 سنة برضو ما فيش أي حاجة ممكن تدهي أي تمارين إنها تخلاتي ده طيب كابتن حد بيقول أنا عايز أخصي 20 كيلو لكن للأسف مش عارف لإني شغلي فترة مسائية وأنا باكل بالليل ومش عارف أظبط يومي أعمل إيه برضو موضوع الشغل المسائي ده مش مشكلة طبعا لإن هو أولا أنا عايز أقول لك معلومة ممكن مش أخلابيت المشاهد مش عارفة أو ما فيش أكل بالليل بتاخد بس إحنا كلنا عارفين يا كابتن إن كل الناس عارفة أجمعت إن إحنا بلاش تاكلي بالليل بعد الساعة سبعة علشان الحرق بيقل وبعد كده هتنامي فهتتخني أو برضو ما فيش أهوة بالعكس يعني أنا أكلت الصبح أو أكلت بالليل هو في عدد سعارات مكون محدد ليا إن أنا أدخلها الأستاذة اللي شغال بالليل أنا ممكن أأخذ معايا أكل في اللونش بوكس أبدأ أخذ نواشف بطاطا بطاطس علب التونة بيض بيد وأبدأ أوزع نظام أكلي أهم حاجة ما يكلش وينام الناس اللي بتدخن بالليل عشان بتاكل دي بتبقى أوردي أصلا طول اليوم بتاكل يعني هي معلقة لو أنا طول اليوم عم بدخل الكالرز بتاعتي وجيت بقى زودت البلاتين زي ما بيقولوا بالليل عم تمدخل أكتر فأنا أوردي مش أحرقها ففعلا الجسم بيبدأ يترجم إن أنا داستك دا صاحب الجسم دا مدخله يخزنه مش نازل يعمله باور يعني طيب هل جراحات السمنة بتغني عن الرجيم؟ مش في جميع الحالات بس برضو كل الحالات لازم أعمل دايت لازم دايت يبقى ليفستور يعني يعني أنا بعد ما عمل العملية بتاعتها اللي هي السنة المفريطة مثلا لازم يبقى فيه نظام غذائي مش علي لازم لإن أنا لو أنا وصلت لعملية السمنة دي عشان إن كان مرض غدد أو إفراد في الأكل إن كان مرض في الغدد فأنا محتاجة زبط الكريسترول في الدم عشان الدم يبدأ ما يتكسلش عن حرق الدهول إن كان أنا أصلا قريدي بحب الأكل لو أنا مهما أعمل أنا هوصل تاني النفس بنقطة لنا فيه لازم الأكل الصحي دا يبقى نظام حياتي بقى هو دا اللي أنا بقى ماشي عليه علشان ما قاعش يدين في دايرة الجراحات أو الأمراض السنة طب كابتن مثلا لو حد عنده سمنة مفرطة وراسية لازم هو يكون كمان عنده سمنة يعني مفرطة ومش هيعرف يخص لإن هي أصلا كمان يعني واخدة عن مثلا جدوده أو كده وراسة بصي هو أنا إحنا في مجنة ما عندناش حاجة اسمها مفيش خاسسين أو مفيش حد ما بيعرفش يخص تمام كل حد جاي عنده هدف إحنا بنوصل معاه حتى لو أنا ممكن عندي طول بالي أن أوصل أنزل مع العميل لو 100 جرام كل أسبوع أنا في مكسب مش خسرانين هو الجول بتاعه بس بيكون بطيق شوية بس قريدي بيبقى برضو بيحقق نجاح مفيش حد ما بيحققاش نجاح كل حد يقدر يعمل النتاج اللي هو عايزها بس يكون هو عنده هدف مش يكون أنا جاي أخص فيبدأ يشوف مثلا التعب بتاع الريكافري بتاع العضلات أو تاني أو التكسير فأنا مش هروح تاني لأ لازم يكون فيه هدف يكون فيه جهول عايزة أصليه طيب في حد بيقول لو مارست رياضة في البيت أعملها إزاي دي وأنا ما عنيش أجهزة أصلا فيه تمارين أصلا بتكون بالبادي ويت يعني بيكون بوزن الجسم بس دي أنا مش بنصح أي حد يعملها اللي ما يكون حد فاهم ليه زي الكارديو كده يا كابتن؟ لا بتكون بتبقى تمارين زي فانك شاين يعني بتبقى تمارين للنشاط اليوم اللي هو أنا أقوم وعد عن طريق الاسكواتز أعمل بلانك أعمل بوش أب أعمل بيربيز فيه تمارين كتيرة بس دي مش أي حد بيعملها يعني لو المبارس ده عنده خشونة في الرجبة طبعا منصحوش أنه نعملها لازم يكون وافه قدام ترينر عشان يبدأ يقوله النزل الصحة من الغلط طبعا نفس الموضوع في السكواتز يبدأ على الأقل بالمشي اللي هو مثلا متوسط في الشارع أو كده طيب هل الجوع بيساعد على إنقاص الوزن؟ حقيقة بس ده مش حاجة كويسة أنا تنامى جسمي إداني إشارة أن أنا جعان أنا فيه كده فيه عنصر مهم أساسي أنا محتاجه ما دخليش ممكن يكون السكر فيه عشان الأنسلين يشتغل أو عشان العقل أو العين أو ممكن يكون بروتين عشان العظم والكلام معنى أن فيه جوع فعلا فيه إنقاص وزن بس مش إنقاص وزن بطريقة صحية وبيبقى غلبة عشان نقص الأمينو أسيتز اللي بيبقى مفروض الغزاء بتاع العضلات والضايت أصلا مش إن أنا بقى أكون جعان يعني هو الضايت مش حرمان مش عشان أنا خلاص أريد بدأت إن أنا عامل ضايت فأنا هشوف الأكل فمش هاكله لا خالص الضايت هو تنظيم حدد وجبات مع وقت مع عين كونات بس طيب أصحاب بقى الحرق العالي اللي هما عندهم نحافة دول قصة تانية خالص الناس دي أنا مش فك عليها دايما يعني بالعكس أنا بحسدهم خالص على فكرة نفس المعاناة اللي بيشوفها لا هما مهما بيأكلوا ما بيبنش عليهم يعني خلينا برضو متفقين ما هي دي نفس المعاناة برضو إن أنت عايز تخسي بس مش بتخسي هو برضو في حد عالق في منطقة معينة مش عارف ينزلها بل بالعكس هو برضو مشكلته أكبر لأنه هو مطالب بقى يدخل أكل أكتر يعني قريدي ببقى الناس دي بتبقى مثلا ممكن حد يوصل لسرعة 3000 كالوري يعني وأنا بكلمك كده مفروض إن أنا مطالب بس أبدأ ستارت يومي يكون معاه 3000 كالوري فأنا عشان أزيد فأنا محتاج أدخل فقل 3000 دول على حسب نسبة الزيادة اللي أنا عايزة أصحاب الحرق العالي بيكونوا محتاجين نظام تمرين معين الرحاوات ما بين اللعب معينة جدا لازم ما بين كل سيت وسيت ترتاحوا على الأقل ما بين ديئة أو 90 ثانية يعني ديئة ونص ما يوصلش في الجيم لدرجة النهجة يعني أنا عاودت مرة لحد منهج أنا كده دخلت على العامل مش على العامل زيت نسبة التمرين بتاعته وقت التمرين مفروض ما عنديش 45 ديئة أكسى حد 45 ديئة مع التمرين يعني مش كل حاجة يعني لو أي فرطة عادية أنا مثلا بدي للشولدر 9 تمرين فأنا بدي له هو مثلا بالكتير 6 تمرين ببدأ أريحه جدا وببدأ أراعه أن في عضلات مساعدة شغالة معايا قبل اليوم اللي أنا كنت شغال فيه علشان ما جدهاش أكتر لأ أنت عارف بقى كلنا الشعب المصري لما بيشوفه بنت رفايا لأ أنت راحة للجيم لا خالص أصلا هو بصي أصلا يعني الجيم دلوقتي ببقاش أنه أحد راح يعمل شاب وماشي أو حد يعمل فورم وماشي بالعكس أنا يعني أنا الأول كنت شغال في مجال الترينور بس بعد كده بدأت أشتغل على نفسي أخدت دورات في تأهيل لإصابات الملاعب لأن أنا مش بقى دلوقتي كل اللي بيجي لي أو الممبرس اللي مش بيجي لي أنا عايز أخسي بس لأ أنا بيجي لي تأهيل مثلا حد عامل عملية رباط الصريبي بيبقى خلص العلاج الطبيعي لازم يلجأ للجيم علشان طول ما أنا عندي مشكلة في منطقة معينة من في العضل فأنا محتاج أن أنا قول عضلات المحيطة لها يعني مثلا رباط الصريبي أنا محتاج أن أنا قول الكوادرسيبس والهامسترينج والكالف علشان دي العضلات اللي هي مسك الرجبة نفسها لأن لو أنا في مجهود عندي كنت بعمل على الرجبة فكان بياخد مني مثلا من 70% لـ 80% فالعضلات بتنزل تشيل فيبدأ مثلا يبقى المجهود أو لودنج 50-50 فتبدأ الإصابة تتعافى مع مثلا مع الملترينكس مع التأهيل والإصابة طيب في حد بيقول أنا عندي مشكلة في البطن والجنبين وعايزة نظام غذائي صحي ويساعدني على النزول بالشكل سريع مثال هي التبعك بقى عشان أنت تقول لها بس هو لازم طبعا أنا منفعش يعني في أسئلة كتير أنا عصلا حتى بيجيلي على الصفحة اللي هو اكتب لي نظام غذائي عشان أنا عايز أخس هو مش كل حد بيكتب له نفس النظام أو مش النظام اللي أنا ممكن أكتبه الأستاذ رانا أكتبه الأحمد أكتبه لأ أنا ببدأ أتعامل مع العميل أو الكلينت من أول خطوة بيجيلي فيها أنه بيبدأ بيعمل تحليل دهون اللي هو الانبادي ببدأ أشوف عنده دهون وصل حد فين وأنا مفروض ده وصل جوله فين والماصر زي وصرعة الحرق وصل حد فين ومفروض أنا أقلل إزاي طيب بكده بقى نكون وصلنا لنهاية فكرتنا طبعا حضرتك القاعدة معك ممتعة جدا وشرفتنا ونورتنا خلينا بقى كمان نروح لتهنئة لغادة من أسرة البرنامج وكانات الصحة والجمال نطلع بقى بالفيديو ترجمة نانسي قنقر ورجعنا لكو تاني مع كابتن عايزين بقى كلمة كده أخيرة هوا كلمة أخيرة بالذات يعني في الشيطة اللي احنا في ده ما تسيبش نفسك لزيادة معينة أو ما تقدرش تقول أنا السيف هو الوقت المفروضة بقى فيه شيء فأنا لما ييجي السيف أبدأ أحضر على نفسي وأبدأ أشتغل التحضير بيبدأ ييجي من الشيطة طبعا بنصح أي حد بممارسة الرياضة وأنه يمشي على النظام وأكل صحي طول الوقت وأنه هو يفضل حادث هدف قدامه مهما حد حبطه أو عرقله فيفضل باصس للشيب قدامه أو يفضل يشايف نفسه أنه هو أصل خلاص للمحادينا طيب وبكده بردو نكونوا وصلنا خلاص للفقرة بتاعتنا ونورتنا يا كابتن وإن شاء الله بإذن الله لنا حلقة تانية وإن شاء الله جيدة وإن شاء الله بإذن الله شكرا